الفلامنهو أحد أكثر الطيور المدهشة التي تلفت الأنظار في الطبيعة ولكن عندما تشاهد هذا الفيديو قد تتساءل ماذا يفعلون بالضبط ربما تكون مندهشا وتفكر في أن هذا الفلامنهو يؤذي فلامنهو آخر ولكن الحقيقة ليست كما تظنوا السائل الحمراء التي تراه ليست دما ولكنها سائل تسمى بحليب المعدة الحمراء وهي سائل يتم إنتاجه في الجهاز الهضمي ويتم تجاويفه لإطعام صغارهم حليب المعدة هي إفراز من بطانة المعدة التي تتكون من خلايا غنية بالبروتين والدهون وهي جزء من القناة الهضمية حيث يتم تغزين الطعام قبل الهضم مما يعني حقيقة أنهم يقومون بتغذية فرخهم قبل أن يصل الفرخ إلى مرحلة يستطيع حينها لتناول الطعام الصلبي الفلامنهو معروف عادة بلونه الوردي ولكنها في الواقع ليست وردية عند الفقسي يكون لون الفلامنهو بين الأبيض والرمادي يتغير هذا اللون بسبب طعامهم وهو الجنبري والتحالب التي تحتوي على مركبات الكاروتينويدي هذا المركبات هي الأساس المنتجة لمجموعة من الألوان في الحيوانات والنباتات